اشتركوا في القناة ألا وهي سحر الربط عند الرجل والمرأة احنا النهاردة هنيجي ونقول ونعرف يعني ايه الربط يعني ايه تعريف الربط هو أن يعجز الرجل حتى ولو كان غير مريض عن اتيان زوجته فإذا أردنا أن نعرف كيف يحدث الربط هو العقد عن اتيان الزوج إلى زوجته عند حدوث الإصارة عند الرجل فيشحن الجسم بما يشبه الطيار الكهربائي فيكون مركز الإصارة عند الرجل بإرسال إشارات سريعة إلى مركز الأعصاب التناسلية عند الرجل فيصبوا في العمود الفقري أو في العمود الفقري فإذا جئنا نعرف هذا الكلام أعزائي المشاهدين لو جئنا نتكلم النهاردة وهنقول إحنا بنتكلم عن موضوع الربط الربط أحيانا ما يحدث في ليلة العرس يعني إزاي؟ بمجرد ما بييجي الإنسان ليلة العرس وليلة الدخلة كما يسمونها نأتي ونسمع إن فلان مربوط عن زوجته فيكون طبيعي في فترة الخطبة ويكون طبيعي حينما يدخل مع زوجتي إلى بيته إلى بيت الزوجية ينقلب الحال إلى أسوأ يعني إزاي؟ حينما يأتي الإنسان أو الزوج المتزوج في ليلة عرسه وهو جعل الله سبحانه وتعالى الزواج لحفظ الأنساب وجعل الله سبحانه وتعالى الزواج من سنن الأنبياء والزواج جعله الله سبحانه وتعالى كي تغض بصرك وتحفظ فرجك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحفظ لي أو من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخزي أضمن له الجن فهنيئا لك يا من أتيت في ليلة عرسك وتقيم سنة من سنن الأنبياء يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون من أصحاب الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى كيف يحدث الربط عند الرجل؟ يعني إزاي؟ بيحصل الربط عند الرجل في كل الأحيان يتمركز شيطان السحر يعني الربط كيف يحدث عند الرجل؟ يتمركز شيطان السحر في منطقة الرأس وفي منطقة المخ حتى إذا أراد الإنسان وأراد الزوج أن يفكر في إتيان زوجته لا تتم أو لا يتم موضوع العملية الجنسية بينهم وبالتحديد عند مركز الإصارة عند الرجل الذي يرسل الإشارات إلى الأعضاء ثم يترك الأعضاء تعمل طبيعية فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة التي أحلها الله سبحانه وتعالى عطل الشيطان الرجيم وعطل الجن أعازنا الله سبحانه وتعالى من هذا المخلوق اللعين عطل الشيطان مركز الإصارة عند الرجل التي ترسل من المخ فتتوقف الإشارات المرسلة يعني عايز الكل يسمع الحلقة دي ويركز فيها لأن إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه كلام علمي وكلام يعني من الأهمية بمكان يعني إذا جاء الدجال أو المشعوز يفعل سحر الربط عند الرجل أول شيء يرسل له شيطان يتمركز في منطقة المخ يعني بمجرد ما بيرسل الساحر أو المشعوز الجني أو الشيطان الموكلف والموكل بسحر يتمركز في منطقة المخ فإذا أراد الرجل وأراد الزوج أن يقترب من زوجته لا يتم عملية الجماع بينهم ولا حول ولا كوة إلا بلاه وربما يأتي سائل ويقول وهذه اتصالات أتت إلينا كثيرة حينما اتصل علي أحد الناس بعدما أتم العرس وفي الليلة الثانية حدث عنده سحر الربط فحينما جلست معه وتكلمت معه قال والله كنت أنتظر هذه الليلة بفارغ الصبر قلت له لا تخف إن الله سبحانه وتعالى ما خلق داءا إلا وخلق له دواء فتعجب هذا الرجل من الكلام الذي تكلمت معه وبشرته بأن الله سبحانه وتعالى لا بد وحتما كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد وفي تعب وفي مشقة حتى تعرف أن الحياة لها طعم جميل بعد ذلك فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم إلى السلام عليكم يا أستاذ حامد السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا بيك زيك يا مولانا زيك حضرتك ربنا يا سعيدة الوقت حضرتك أنا راجل متعلق تمام حضرتك المعاشرة الجلسية كانت مع زوجتي ضعيفة جدا تمام يا فاند بسبب أمراض السكر تمام طبعا ده ده الحاجات اللي زي ديت بتعالج عند الأطباء أول شيء كامل يا فاند روحت لدكتور واثنين وثلاثة ومتاع تمام وخدت أدوية وخدت عنات والحمد لله في الأخير ربنا رزقني ببنوتة تمام يا فاند الحمد لله رب العالمين فدلوقتي العسرة ما بيننا قدت إلى الطلاق استحالت المعيشة فوصلت لمرحلة الطلاق يعني مرحلة الطلاق في ناس مرضى دخلوا كده ويستي كان طعيبة جدا وعشرية وكل عاجة وقدت لها ربي بنتي والحكاية والرواية تمام فالحمد لله هي مبسوطة وسرية وكل عاجة وربي بنتي والحمد لله وذي الكل تمام يا فاند بس أنا علي ملام علي عيب هل على حضرتك عيب يعني مثلا أن أنت طلقتها ولا أن هي حادة معاك عشان هي بتقول لك عشان السكر أنا رحت لدكاترة واتكلمت وعملت أولا أبغض الحلال عند الله الطلاق بأول شيء فإذا استحالت المعيشة في هذا الوقت لابد أن الإنسان أنه هو بيوصل لمرحلة الطلاق إذا استحالت المعيشة يعني يا حضرتك قالت لي ربنا فوق وإنت تحت وانا هعيش معاك ورب بنتي تمام بالقبل سنخل من ناحية التانية حضرتك وأطعوا العسرة وأطعوا كل حاجة خربوا البيت من جميع أسأل الله العظيم رب العرف العظيم أن ينتقم من كل ظالم يظلم الناس اللهم أمين يا رب العالمين يعني أنا دلوقتي يا حضرتك بنتي بعيد عني بنتي بعيد عني برعوا وضحقوا عليها وخدوا طلاق وبقدلوا إن شاء الله جزاك الله خير يا فان حاول تكلمنا تاني إن شاء الله ثانيا ربط المرأة عن زوجهم ودي طبعا المشكلة اللي الناس بتعاني منها في هذا العصر ولا حولها ولا كوتها إلا بالله أول حاجة ربط المنع يعني إيه ربط المنع الزوجة عن زوجها وهو أن تحاول المرأة منع زوجها عن إتيانها وذلك بأن تلسك فخديها ببعض حيث لا يستطيع الرجل أن يصل أن يعاشر زوجته ويكون ذلك خارج عن إرادة المرأة ولا حولها ولا كوتها إلا بالله وطبعا جلنا مشاكل كتيرة عن ربط المنع إن الزوجة مش بتقدر تقرب من زوجها وبمجرد ما حتى بتتم العملية بينهم ما بيكونش أصلا هناك إصارة بين الرجل والمرأة ولا حولها ولا كوتها إلا بالله وهذا بسبب السحر لأن الشيطان الرجيم أو الجن المكلف والموكل بربط المنع يتمركز في منطقة الرحب ولا حوله ولا كوتها إلا بالله يتمركز الجني في منطقة الرحب حتى إذا أراد الرجل ويتمركز أيضا الشيطان في مركز الإصارة عند المرأة حتى إذا أتى إليها زوجها لا تتم العملية بينهم ولا حولها ولا كوتها إلا بالله بعد كده تاني حاجة ربط التبلد ربط التبلد عند المرأة من إتيان زوجها وهو أن يتمركز الجني الموكل بالسحر في مركز الإحساس في مخ المرأة فإذا أراد زوجها أو زوجها أن يأتيها أفقدها الجني الإحساس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم من كل إنسان يخرب في الأرض على وجه الأرض وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدع عصاة المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه ربط التبلد هو أن يأتي الزوج إلى زوجته ويريد أن يجامعها وأن يقترب منها فإذا اقترب منها حدث عندها التبلد يعني فاقدة للإحساس يقول بلسان الحال حينما أتى إلي أو أتت إلينا اتصالات كثيرة عن ربط التبلد أن الرجل يقول بلسان الحال حينما أكون مع زوجتي وكأني أجلس مع نفسي فقط يعني بالبلد كده أنا مش حاسس إن زوجتي موجودة معاي ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا تستجيب لزوجها بل تكون في هذا الوقت مخضرة الجسم يعني في الوقت اللي بيكون فيه سحر التبلد الزوجة تكون وكأنها عندها خمول وكأن عندها تخدير لأن الجني في هذه اللحظة يمنع كل شيء بينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأيضا بعد ذلك ربط النزيف وهناك فرق بين سحر النزيف وربط النزيف فسحر النزيف هو أن يتدفق الدم وحينما تأتي إلينا حالة ويكون عندها سحر النزيف أول سؤال نسأله هل ذهبت إلى أهل التخصص تقول بلسان الحال باخد علاج وما حصلش معايا أي تغيير بعد كده أو بعد ذلك تأتي المرأة ونقرأ عليها فتشفى بفضل من يقول للشيء يكون فيكون فسحر النزيف هو أن يتدفق الدم بغير سبب وإذا أتى المتخصص يكشف على المرأة لا يجد هناك أسباب مؤدية إلى هذا الدم بعد ذلك ربط النزيف وهو مختص بأوقات الجماع بين الرجل والمر ولا حول ولا كوة إلا بالله يقول أحد الناس على لسانه يقول حينما أأتي إلى زوجتي ينزل عليها دما ولا حول ولا كوة إلا بالله فحينما تأتي إلى أهل التخصص يقولون بلسان الحال أنت مفيش عندك مشكلة فحينما تؤتى ويؤتى إليها بكلام ربنا وما أضراك ما كلام ربنا عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارٌ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الداء والدواء في القرآن أما أي شيء مخالف إلى كلام ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه وصل إلى مرحلة الإشراك بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زهب أو من أتى عرافا فصدقه فقد قفر بما أنزل على محمد فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سحر النزيف فلا علاقة له بذلك لأنه يستمر ولا ينقطع كما قلت لحضراتكم ولا ينتهي إلا بالعلاج القرآني وربط النزيف هو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته سبب الشيطان لها نزيفا ولا حول ولا كوة إلا بالله سبب الشيطان لها نزيفا شديدا عند وقت المعاشرة بينهم فلا تتم على خير وهذا كله بسبب الشيطان ولا حول ولا كوة إلا بالله بعد كده ربح حاجة وهو ربط الإنسداد وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته أو زوجته وجد سدا منيعا وجد سدا منيعا أمامه من اللحم ولا حول ولا كوة إلا بالله لا يستطيع هذا الرجل أن يخترقه فلا تنجح العملية بينهم بين الرجل والمرأة ولا حول ولا كوة إلا بالله العلي العظيم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي عصاة المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين ربط الإنسداد يعني إيه ربط الإنسداد يعني بمجرد من الرجل يريد أن يأتي إلى زوجته يجد سدا منيعا لا يستطيع أن يخترقه لأن هذا كله بسبب الشيطان وحينما تكلم معي أحد أو بعض الناس قال لي حينما أريد أن أأتي إلى زوجتي أجد وكأنها لحما في بعضه يعني كأنها قطعة لحم الجسد أو الجسد كله كأنه قطعة لحم ولا حول ولا كوة إلا بالله فإذا أراد الرجل أن يعاشر زوجته في هذا الوقت لا يستطيع لأن الشيطان هو الذي سبب ذلك وكيف يحدث ذلك يعني كل الربط اللي بيحصل به بيتم إزاي كلما ازداد المشعوز أو الدجال كفرا والعياذ بالله كلما اشتد الشيطان أكثر أطاعة له لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا أي ابتعدوا أي انتهوا اجتنبوا السبع الموبقات الإشراك بالله والسحر فالسحر من الموبقات التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من السحر كما نجد وكما نسمع في القرآن ربنا حينما أتى سحرة فرعون وصحروا أعين الناس وخيل إلى سيدنا موسى من سحرهم أنها تسعى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك بالحق وهو القادر سبحانه وتعالى أن ينهي على ذلك فحينما أمر الله سبحانه وتعالى أن ألقى عصاك حينما خيل إلى سيدنا موسى وخيل إلى الجميع من سحرهم أنها تسعى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لأن الله سبحانه وتعالى إذا بعث نبي أو رسول بعثه بالحق ولم يبعثه الله سبحانه وتعالى بالباطل لأن من أسمائه الحق سبحانه وتعالى فلما ألقى سيدنا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون تأكل كل شيء لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل معجزة في عصا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد ذلك الفرق بين الرجل الفرق بين الربط والعجز والضعف عند الرجل كل اللي بيشهدني الآن وكل اللي بيسمع الحلقة الآن يأتي بورقة وبقلم ويكتب وراي علشان يستفيد ويعرف يعرض نفسه هل هو عنده ربط أو ضعف أو عجز أول حاجة الربط الربط هو أن يشعر المربوط بالنشاط والحيوية والقدرة الكاملة على مباشرة زوجته فيكون الرجل طبيعيا حينما يكون بعيدا عن زوجته وإذا أراد أن يقترب منها إن كمش عنده كل شيء وصار غير قادرا على إتيان زوجته الفرق بين الربط والعجز والضعف الربط يشعر المربوط بالنشاط والحيوية يعني بيكون طبيعي طالما أنه لم يقترب من زوجته تراه طبيعيا أما إذا أراد أن يقترب منها حدث عندهم كماش في كل شيء وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ أما العجز عند الرجل هو عدم القدرة الرجل عن إتيان زوجته من قريب أو من بعيد بل لا يكون عنده القدرة على الإتيان منها يعني الفرق بين الرابط وبين العجز أن العجز هو عدم القدرة أصلاً عن إتيان زوجته من قريب أو من بعيد بل لا يكون عنده القدرة من الإتيان أصلاً يعني هو أصلاً ما عندهش قدرة إنه يأتي زوجته ولا حوله لكوة إلا بالله أما بعد ذلك الضعف لا يستطيع الزوج أن يباشر زوجته إلا في أوقات متباعدة ويتم المباشرة في أوقات بسيطة مع سرعة أنكماش العدو الزكور يعني الضعف يعالج عند الأطباء لأنهم أهل تخصص ولأنهم هم الذين يعالجون كل الأمراض المستعصية بفضل من يقول للشيء يكون فيكون الضعف لا يستطيع الزوج أن يباشر زوجته إلا في أوقات متباعدة ويتم المباشرة في أوقات بسيطة مع سرعة الإنكماش عدو الزكور يعني بمجرد ما بيأتي الرجل وأن يجامع زوجته وأن يقترب مما أحل الله سبحانه وتعالى وأن يأتي زوجته ينكمش العدو وَلَا تَتِمُّ الْعَمَلِيَّةُ بَيْنَهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الاستفادة من هذه الحلقة يعني وجه الاستفادة من هذه الحلقة اليوم أول حاجة لابد أن تتق الله سبحانه وتعالى في السر والعنم ولا تشغلك أو تنشغل الانشغال الكامل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام ربنا فما أفضل أن يكون طريقك مع الله لأن القرآن فيه حلاوة وفيه طلاوة وسبحان الله سبحانه وتعالى جعل القرآن فيه شفاء من كل دا يا من تقول بالبلد كده أو بالمعنى أنا عندي سحر والسحر دا أصلا مش هينتهي إلا مذهب إلى إنسان بيعالج بالسفل الإنسان اللي بيعالج بالسفل دا هو أصلا لم يضع حلا إلى المشكلة ولكن هو في هذه اللحظة يكبر المشكلة ولا حول ولا كوتة إلا بالله العلي العظيم بعد ذلك تاني حاجة لا بد إذا أصبت بأي مرض لا بد أن تعرض نفسك أولا على أهل التخص وبعد ذلك تذهب على من تسق أو تذهب إلى من تسق بهم يعني لو أنا واثق في الشخص داني هو كويس ويقرأ كلام ربنا عز وجل ويقرأ آيات القرآن أذهب لي وأنا بالمعنى كده أن أنا أكون مغمد يعني بكون أذهب له على ثقة وأذهب إليه وأنا مطمئن للقلب أعزائي المشاهدين إننا نحبكم في الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته